محملا بأعمال عريضة بتحقيق فراجة سياسية واقتصادية لبلاده وصل وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى إسلامباد للقاء نظيريه الصيني والباكستاني حيث سمحت الأمم المتحدة لباكستان والصين بالتواصل مع حكومة طالبان بعد اجتماع الدوحة حول أفغانستان اجتماع لم تدعى إليه الحكومة الأفغانية ولم تقبل مبدئيا بالنتائج المترتبة عليه في حوارنا اليوم أكدنا أن السلام والاستقرار في أفغانستان ضروريان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولدوام التواصل والازدهار في المنطقة زيارة وزير الخارجية الصيني إلى إسلامباد تأتي لحضور الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين وتتويجا لسنوات عشر من العمل المشترك بينهما على مشروع الحزام والطريق الذي يهدف إلى شحن البضائع الصينية إلى العالم برا عبر الأراضي الباكستانية من جبال الهملايا إلى ساحل بحر العرب المراحل الثلاث التي تم إنجازها في إطار المشروع تتضمن شبكة ضخمة من الجسور والطرق الدولية وشبكات المتر ومحطات الطاقة والموانئ البحرية والبرية وتسع مناطق اقتصادية خاصة باكستان تعطي الآن إشارة واضحة إلى الأمريكيين أنها تصطف مع المحور الصيني وإن محاولة ضم أفغانستان إلى مشروع الحزام والطريق هو اعتراف ضمني صيني باكستاني بحكومة طالبان الحوارات الثنائية والثلاثية بين باكستان والصين وأفغانستان ظلت مغلقة على وسائل الإعلام لكن الهدف الأبرز لها إلى جوار المسائل الأمنية حسب ما رشح من البيانات الصحفية المشتركة لوزيري خارجية الصين وباكستان يتلخص في حرص البلدين على توسيع هذا المشروع الصيني ليشمل أفغانستان التي تعتبر بوابة التجارة البرية مع دول آسيا الوسطى بشرط أن تظهر الحكومة الأفغانية بوادر حسن نية بشأن الملفات التي تتحفظ عليها الأمم المتحدة حتى تستطيع الصين وباكستان الوفاء بتعهداتهما لك للطرفين بعد إصرار الحركة لأكثر من عام ونصف لها في الحكم على سياستها السابقة الكرة الآن في ملعب باكستان والصين لتليين موقف حكومة طالبان تجاه قضايا التعليم والمرأة مقابل حوافز اقتصادية تصب في مصلحة الدول الثلاث براهل على العربية اسلام بار